رياح الشرق ذراع السعودية التي تهدد ايران هي صواريخ صينية باليستية ارض ارض قادرة على حمل رؤوس نووية انشطارية تعاقدت عليها المملكة في الفترة ما بين عام 1988 وعام 1990 تمتلك المملكة منها نسخا مختلفة اثقلها دي اف ثلاثة الذي يعمل بالوقود السائل بمدى يصل الى 4000 كيلو متر يتم تزويد صاروخ بثلاثة انواع من الرؤوس المدمرة الاولى نووية انشطارية والثانية رأس متفجر تقليدي بوزن واحد طن بالاضافة الى الرؤوس الكيميائية او البيولوجية وتبلغ القدرة التدميرية للصاروخ ما بين واحد وثلاثة ميجا طن اي ان صاروخا واحدا منه قادر على تدمير نصف العاصمة الايرانية طهران